يعني بعالم عم بيواجه أزمات متعددة وضغوط كتيرة أصبح تحقيق المساويات القائمة عن نوع الاجتماعي أكثر الحاحن من أي وقت مضى إذ أنه ضمان حقوق النساء والفتيات بشتى نواحي الحياة هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة ومن التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساويات القائمة عن نوع الاجتماعي بحلول عام 2030 هو النقص في التمويل مع وجود عجز هائل بالإنفاق السنوي على تدبير المساويات ويقدر بحوالي 360 مليار دولار القلق هذا تخذ محور أساس لليوم العالمي للمرأة لعام 2024 يلي يحتفل فيه بالتمن من أدار فالشعار لهالعام هو الاستثمار في المرأة لتسريع وطيرة التقدم الاستثمار يجب أن يكون على أكثر من صعيد الصعيد الأول عم نشوف هو على صعيد التمويل المراعي لمنظور النوع الاجتماعي استشير أحدث التقديرات إلى أن 75% من البلدان رح تحد من الانفاق العام لعام 2025 بسبب النزاعات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وبالتالي رح يأثر هالموضوع سلبا على النساء الاستثمار الثاني يجب أن يكون أيضا على دعم صانعي وصانعات التغيير النسويين لأنه خصوصا بيلعبوا دور رائد بمعالجة فقر المرأة وعدم المساوات ومع ذلك ما بيتلقوا سوى 0.13% من المساعدات الرسمية للتنمية بيوم المرأة العالمية رسالة من نساء غزة إلى القوى النسوية بالعالم طلبنا خلالها بالإضراب العام والتصعيد عبر سلسلة تحركات واحتجاجات واعتصامات لوقف حرب الإبادة واستمرار النضال من أجل الحرية وتقرير المصير اشتركوا في القناة